ترجمة نانسي قنقر حفيد الصبق نادى غاضبا حرا بعزم في حسين يغلب الثارة فقيهم له بأس شديد جسورا حدد الطاغ هشاما بصيرا عارفا بالسيف قاما مضى واستأذن الحق الإمام أحل الصادق المولى القيام إذا سارك الموت الأكيد أيا زيد فافعل ما تريد رمى دنيا الهوى واستطعم الأجرى نعيما خالدا لم يكن نصرا إلى الله خذني يا حديد أتدرون ما زيد الشهيد فقيهم له بأس شديد أتدرون ما زيد الشهيد فقيهم له بأس شديد حفيد الصبق نادى غاضبا حرا بعزم في حسين يغلب الثارة فقيهم له بأس شديد بأس شديد وزيد قال للظلام قول آيا تجلى في دم الأحرار فعلا ألا من خف حتى السيف ذلا مضاي درسا على الأجهال يتلى إذا الشعب في صمتين أبيدون فهم لي الطواغيتي عبيدون مشا زيدون كميا عانق الصبر دعايا صحب قومه نشتري الأخرى ألا إنما الدنيا قيود قيود أتدعونا مع زيد الشهيد فقه له بأس شديد أتدعونا مع زيد الشهيد فقه له بأس شديد عفيد السبط نادى خاطبا أمرا العزم في حسين يغلب الثأرار فقه له بأس شديد ولكن للعداء مكر قديم بدأ في جيشه لم يستقيم بنفسي وهو مخذول الكريم جراح بعدها سهم أليم غدا منه بالنفس يجود ويا ليت مثواه لحد أمصلوب سنينا أربعا جهرا ترى جسمه بين الملال الشرا ومن حرقه ناحى الوجود أتدعونا مع زيد الشهيد فقه له بأس شديد أتدعونا مع زيد الشهيد فقه له بأس شديد حفيد السبط نادى خاطبا أمرا بعزم في حسين يغلب الثأرار فقه له بأس شديد بكاه جعفر الصادق حسنا عليك بجليل القول أثنى ولو ألف كزيد صار يفنى قليل في حسين كل معا يا حسين وما عاذبت زيد الحشود بطعن ولا حز الوريد ولا كانت خيام أحرقت جورا ولا هامت نساء بالفلاد عرا ولا أنا لها شتمن يزيد أتدعونا مع زيد الشهيد فقه له بأس شديد أتدعونا مع زيد الشهيد فقه له بأس شديد أتدعونا مع زيد الشهيد فقه له بأس شديد فقه له بأس شديد ولكن البكاء سفرا فقه له بأس شديد فقه له بأس شديد فقه له بأس شديد فقه له بأس شديد